السوق اشتعل بنار والوراق وصل 47 48 الى 46 عليهم نستندوا مفردات البطاقة التموينية ما هي ونحن مقبلين على شهر فضيل ونحن مقبلين على شهر فضيل ونحن هناك اقسام فقرات كثيرة من الموازنة الجماعة خلوها اللي يأجلوها واللي يحذفوها نحن ما نعرف بس انا اقول نحن مقبلين على الانتخابات وهي الاحزاب اليوم 17 سنة شنو اللي قدمت للعراق ولو خط ووحدة للامام قرار الموازنة قرار فاشل ما يلبي اي طموحات الفرد العراقي والشعب بصورة عامة فقط يلبي طلبات البرلمان واعضاء البرلمان ومجالسهم وما اكثر من المفارقات ان تكون موازنة 2021 هي الاضخم بعد موازنة 2014 في ظل وضع اقتصادي بائس للدولة العراقية مع عدم قدرة الحكومة العراقية على الايفاء بمستحقاتها المالية اتجاه رواتب الموظفين في وقت سابق او التزديدات بالنسبة للقروض الداخلية والخارجية لكنها تصادف في الانتخابات الاكثر اهمية والاكثر اثارة منذ 17 عام لذلك سيكون للمال السياسي التحكم الكبير السلبي باتجاه نظافة العملية الانتخابية الموازنة اثرت على السوق اثرت على المواطن استفادت من عندها الحكومة المواطن ما استفاد من عندها ايشي الغلايا الاسعار بالسوق فوق الدولار فوق الضيم موسيقى موسيقى شكرا